من فترة كده يعني حصل هجوم على عبير صبري وعادنا نسمع كلام كتير انها بتنتقد على آراءها اللي هي من المفترض فيما بعد اتأكدنا بعد ما المحايمي بتاعك طلع وقال انك بتنتقد اراء بتحصل في سوريا وحاجات زي كده المحايمي بتاعك قال انه هيرفع قضية على الناس اللي انتحلت اسمك باكاونت على تويتر وفيما بعد فهمنا وتلعتي قلتي انا اصلا في الاساس ما عنديش اكاونت على تويتر الازعاج ده كله يعني اتعاملتي معاه ازاي وتعاملتي معاه بحكمة ازاي وإيه اللي حصل بالزبط اللي حصل ان انا كنت مسافرة برا مصر يعني اجازة عشرة ايام ولما رجعت فجأت ان في حملة كبيرة قوي انه انا بهاجم الشعب السوري وكان حصلت المسبحة بتاعة حلب وان انا بطلب من الرئيس السوري ان هو يقتلهم يعني ويتبحهم ويعمل كل ده وبشتمهم يعني فيعني اتفاجئت فكتبت تجذيب عندي على الفيسبوك مرة وتومي جماعة ما حصلش اصلا حاجة زي دي وبالعقل بالمنطق بالمنطق ده هزي يعني كلام فارغ ان حد يحرض حد على القتل لا يمكن منافي للانسانية منافي للاخلاق منافي للدين منافي لكل يعني مش ممكن حد سوي هيقول حاجة زي دي ايه ده فطن ان المصدر اللي انتوا جايبين منه كلام ده تويتر وانا ما عنديش اصلا اكاونت على تويتر وانا لم اتعرض للازمة السورية لمن قريب ولا من بعيد انا كنت مسافرة حتى يعني كنت في اوروبا فما سمعتش حتى لما رجعت سمعت فكذبت فرجعت المواقع طبعا لازم اشير انها مواقع ذات اهداف وذات خلفيات معينة رجعت تاني قمت منزلة تاني بعد التجذيب فقمت انا منزلة تجذيب تاني فهم مكملين تاني فلما لقيت بقى ان هم لقى هم قصدين بقى انت بتقول لهم يا جماعة ما حصلش ما عنديش تويتر ما عنديش لدرجة ان انا كلمت مدير تويتر شرق اوسط قلت له انا ما عنديش تويتر طب يعني نعمل ايه فقاليت نعمل اكاونت تويتر عشان نعرف نوسقه ونقفل لقيت الاكاونتات المزيفة او اكتر من اكاونت اه قال لي في كذا حاجة فتحبي نعم كده قلت له انا يعني اوكي بس انا دلوقتي عامل ايف ده فقال لي فيش غير نعمل اكاونت حقيقة ونكتبه وننفيه لما لقيت المسألة عملة تزيد ويجيلي في كل السوشيال ميديا انت بتشجعي وانت مش عارف ايه وانت عايزة تقتلي وانت وانت ولقيت مصدر مثلا هو قناة مثلا كمان هي المصدر قناة في تركيا وقناة في بلد عربي اخر يعني موضوع كبير قوي ويتحسي متزبط كده على مقاسك يعني فقمت اكلمت المحامي قلت له يعني نشوف بقى هنام لي مع الناس دي فعملنا بيان من المحامي انه هو هيتتبع الناس اللي عاملة يعني هنقدر نقدم بلاغات للمباحث الخاصة بالانترنت ونشوف الناس دي ايه واحنا عارفين طبعا انه هم كذبين وهم عارفين انهم كذبين والناس عارفة انهم كذبين الا اللي عايز يصدق انهم مش كذبين اشتركوا في القناة